خلصنا الخدمات جوجل تمام هتجي بقى دايقك موضوع الاشعارات الاشعارات بتاعة جوجل اقول لك جهازك مش عارف ايه والكلام ده كلنا احنا دلوقتي هنحل مشكلة الاشعارات تماما ومش هجي لك الاشعارات دي خالص فان شاء الله هنحلها دلوقتي مع بعض اتابع معايا الفيديو فطبعنا جماعة زي ما انت شايف ادي هو متجر بلي شغال تمام بس هي الاشعارات المزعجة دي اللي احنا نخلص منها عشان واحد يعني اتاب منها بسرعة فهقول لك بقى الطريقة اللي انا عملتها وبطريقة نكحة يعني ماشي هندخل عامدين الملفات خلاص كده احنا خلصنا ده ماشي هنرجع كده هتلاقي اللي هو الفيكس ده اللي هو بتاع القناة بتاعتي هندوس عليه دوسها طويلة كده وتدوس كده هنا على الشمال وتقول له استخراج الى ونقول له حسنا تمام خلاص انا كده فكرت الضغط عن الكلام ده كل هدوس كده هنا هدزلك الحاجات دي ركز بقى معايا عشان النقطة دي مهمة جدا عشان تنهي في موضوع الاشعارات ده خالص عشان ما تجيلكش تاني ماشي اول حاجة هنعملها هندخل على الاعدادات وهنيجي طبعا على اه التطبيقات بالشكل ده وهنيجي طبعا هنا برضو على التطبيقات وهنكتب هنا خدمات جوجل ايه هتلاقي زهرت لنا هنا ايه وهتعمل لها فرض ايقاف وهتعمل لها ازالة بالشكل ده انا كده شلتها خلاص مش عايزة ماشي واخرق كده هاجي على برضو المدير ملفات هثبت اول واحد ده ده هنثبته نقول له تثبيت تمام كده احنا ثبتنا اول واحد حلو ركز با معايا في الخطوات التانية ماشي هلا سواء كده تثبت قدامنا جماعة هنقول له تم ماشي واخرق كده وهاجي يا سيدي على التطبيقات واخرق خطوات بس التطبيقات الاعدادات والتطبيقات وعكده التطبيقات وهنكتب هنا كده ايه اه باللغة كده العربية نخليها مسلا جو كده وهندوس على الثلاث شرط دي ازهارها عمليات النظام هيجاب لك الحاجات دي هندوس بقى ادارة حسابات جوجل نقول له فرض ايكاف وهتدخل على التخزين هتمسح كده التخزين بالشكل ده وهنرجع كده وهنجع على مدجر بليه نفس الوضع هنقول له فرض ايكاف والتخزين برضو نفس الوضع بالشكل ده وهاجي يا سيدي على الجوجل فرومورك دي برضو فرض ايكاف وتقول له التخزين مسح البيانات والشكل ده ماشي لازم انت بديه فرض ايكاف ماشي برضو تدخل عالتخزين مرة تانية. وبرضه هتخليها فرضي كاف. وبعد كده تعمل رستارتر الموبايل بتاعك. ماشي? اهو بالشكل ده. هنعمله رستارتر المرة الاولى. تمام? بس كده موبايل فتحة جماعة عندنا نحط البسورد بتاعنا. ماشي? وهنيجي بقى ندخل برضه على مدير الملفات من الخطوة التانية. وبعد كده الهاتف بالشكل ده. وبرضه هندخل على نفس الفولدر بالشكل ده. هنلاقي هنا اه جيس ام تو هندوس كده عليها بالشكل ده. وهنثبت عادي الاصدار التاني نقول له تثبيت بالشكل انت شافه ده. كده بقى نسبت الخطوة رقم اثنين. هعمل نفس الخطوة بتاعت رقم واحد عشان ننتهي خالص من الاشعارات. المزعجة دي خالص تمام? جاب لك هنا اهو جار التثبيت. هنسيب كل حاجة زي ما هي. بالزبط كده. وبعد كده هنبدأ بقى اه نزبط بقى موضوع الاشعارات كلها تبقى شغالة معانا بدون اي مشكلة نقوله تم. هاجي هنا برضه على الاعدادات. وهاجي برضه الخطوة التانية. هنقول له كده جو كده. ماشي اهو بالشكل ده. اهو. وهاجي هنا ازهار. هاجي برضه على دارة الحسابات. اقول له فرض ايكوف. واقول له على التخزين برضه نفس الوضع. اهو. وهرجع كده. وهاجي على متجر بلايه بالشكل ده. برضه نفس الوضع. فرض ايكوف. والتخزين همسح برضه التخزين بالشكل ده. وهاجي يا سيدي برضه على جوجل برضه نفس الوضع. فرض ايكوف. اهو. واقول له التخزين برضو همسح التخزين كله بالشكل ده ماشي اما حاجة بفرد كواف وهو راستر الموبايل بتاعي للمرة التانية تمام زي ما انت شايف كده اهو راستره تاني اهو قعد كده اقول له اعادة تشغيل كده جماعة الموبايل بتاعنا راستر المرة التانية هنعمل برضو خطوتين كده في السريع عشان ننتيم لاشعارات دي خالص لان هي لسه برضو شغالة فوق اهي هندخل الاعدادات برضو وبعد كده هنجي التطبيقات والتحدثات والكلام ده كله وهنيجي هنا برضو هنكتب كده جوجل بالشكل ده المرة دي هاجي على خدامات جوجل هندخل عليها كده وبعد كده سيدي هاجي على التخزين وادوس مسح التخزين والإدارة المساحة هعمل له محو جميع البيانات وقول له اوافق وقول له برضو مسح التخزين هخرج كده وهاجي على مدير الملفات وبعد كده هاجي هنا على الهاتف وادخل برضو على الفولدر بتاعنا ده وهاجي يا سيدي هادوس بقى على ايه خلي بالك عشان الطريقة دي اختلفت شوية تمام هاجي اختار الاصدار اللي هو اه اللي هو ده تمام اللي هو واحد وعشرين تلاتين ستاشر ماشي اختاره كده وبعد كده سيدي هاجي هيثبت قدامنا دلوقتي تمام هننتظر لغاية ما ثبت نقول له تثبيت كده احنا خلاص يعتبر الاشعارات خلصنا منها ماشي بس الفكرة كلها ان احنا انا عندنا اهو بقول لك التحديث هنخرج كده هنقول له تم وهنخرج كده هيثبت متجر بليه هتلاح المتجر بلي شغال معاك ومش هتلافق ايه شعارات فوق ماشى زي ما انت شايف كده هتقدر تنزل ايه حاجة انت عايزها ماشي بالشكل اللي انت شايفه ده تمام وهن يا سيدي هتلاح هنا بص مشكلة بها هنا الخدمات خلي بالك هتعمل لها الغاء هنا الخدمات بتتحدث لوحدها ف لو هتحدست هتعمل لك مشكلة فخلي بالك من النقطة دي فعشان نحل النقطة دي ما تتحدث لوحدها تمام خلاص احنا كده اتأكدنا ان ما فيش اشعارات فوق اهو عشان تبقى انت اواخد بالك برضو وما فيش ولا جهازك غير معتمد ورا الكلام ده كله هاخرق كده وهاجي هعمل برضو خطوة تانية مدير الملفات وهاجي هدوس على اكاونت مانجر ده هندوس كده عليه بالشكل ده تمام هنقول له تسبيت انا كده ثبت ال اكاونت مانجر ده اللي هو ادارة حسابات بس ده اصدار غير اللي جوا بعد كده نقول له تم حل؟ كده احنا ماشيين تمام او مدفل وعاشا المهم اللي عندنا الاصدار اللي فوق ده اللي هو اللي انت شافه فوق ده لو دوسنا عليه كده هيقولك انت مثبت اصدار احدث وللأسف ده الاحدث منه ماشي فانا هاخرق كده وهاجي هعمل اي بقى؟ هاجي برضو هاجي هنا سيدي على الاعدادات وهاجي طبعا هنا برضو على التطبيقات وهاجي هنا على التطبيقات ركز معايا وهاجي هنا برضو هكتب جوجل كده او جو خدمات جوجل هنا اعملها ازالة كده هتقول لي ما انت لسه مثبت هقولك لا لازم تعملها ازالة هنقول له كده التعطيل والازالة ونقول له موافق خلاص انا كده شلته حل؟ هاخرق كده وهاجي بقى اثبت الاصدار اللي انا قلت لك عليه اللي هو اول واحد فوق ده اقول له كده بالشكل ده وهي تليه تثبت معنا هنقول له تثبيت بالشكل ده وبكده احنا انتهينا من مشكلة الاشعارات مش هتقعد معاك يوم او يومين وتلاتة واجي لك الاشعارات تانية وتتعبك لان الاصدار اللي قبلي كده للأسف الشركة شكلها كده يعني بدأت تفهم الحوار فالموضوع ما بقاش متزبط فهندخل طبعا على متجر بلايه هنشيل ده كله كده من الجام وهندخل على متجر بلايه بالشكل اللي انت شايفه ده وهنجي يا سيدي هنا مفيش اشعارات اهو ولا في اي حاجة مزعجة ولا في اي حاجة تمام تقدر تنزل بقى اي حاجة اليوتيوب هنكتب مثلا اليوتيوب بالشكل ده اهو هتنزل اي تطبيق انت عايزه نقوله تثبيت ماشي جوجل كوروم اهم حاجة عندنا هتقوله تثبيت تمام بالشكل اللي انت شايفه ده وبكده احنا ماشيين بطريقة سليمة جدا جدا جماعة ومفيش اشعارات برضه تمام وكمان هتلاقي خدمات جوجل مش هتتحدث معاك لان احنا منزل لنا الاصدار ده في خطوة كده كمان نازم تعملها هنا نبحث على هنكتب برضو جو كده ماشي بالشكل ده هنكتب كده جوب والشكل ده اهو هندخل على خدمات جوجل ندية الازونات كلها اهو هتلاقي كل ده مش متزبط هتلاقيه هنا الاستخدام ماشي وهتلاقي طبعا هنا الوسائط هتخليها سماح وبرضو هنا نفس الوضع الرسائل بالشكل ده وهتلاقي برضو الكاميرا نفس الوضع اسناها الاستخدام وهنا السجلات عشان نقرى معاك الاكواد والكلام ده كله الى جهزة القريبة ماشي والميكروفون هتدينه كل الصلاحيات دي هنا النشاط عشان هنا الجاري والكلام ده مشاعرات الجسم وهتلاقي الاختصارات في الشاشة وهتلاقي النوافذ المملية اللي بتتطلع لك من فوق الكلام ده كده نديته كل حاجة جماعة ماشي وبكده الاصدار معانا متفل وعشرة مفيش اشعارات برضه وهتلاقي بيتسبت معاك عادي جدا نادي اليوتيوب هو شغال ومتفل وعشرة ولا فيه اشعارات ولا فيه اي حاجة شغال متفل وعشرة تمام اهو ماشي وهدي هنا جوجل كروم بالشكل اللي انت شايفه ده هتقوله هنا الاستخدام بدون حساب هنجرب هنكتب هنا جوجل مثلا اهو بالشكل ده اهو جوجل يا جماعة ماشي وهدي جوجل زي ما انت شايف ولا جاب لك برضه اشعارات ولا جاب لك اي حاجة تمام فكده احنا ماشيين سلام اهو هنيجي نعمل مزامنة لجهات الاتصال هندخل على اعدادات وهنيجي طبعا هنا عندنا المستخدمون الحساب والكلام ده جوجل بالشكل ده ماشي هندخل على الحساب بتاعنا هنعمل هنا مزامنة ليه كل حاجة هنا مزامنة الان بالشكل ده هنيجي على الايميل التاني اللي احنا دفناه برضه هنعمل له مزامنة بالشكل اللي انت شايفه ده وندقول له مزامنة الان. اصبح كده كل حاجة تمام معانا وكل حاجة شغاله متفل وعشرة الاسماء وكل حاجة شغاله ودي متجر بليه يعمل وبدون اي مشاكل. وبكده بقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا يا جماعة وبكل حلنا كل المشاكل اتمنى يكون الفيديو اعجابكم اشتركوا في القناة تفعيل الجرس عشان نصيركم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته